خلونا نروح لصورة وتعليم اتفقتم مع حضراتكم ان احنا على مدار شهر اكتوبر هنتشارك مع بعض تحية اعزاز واجلال وتقدير لابطال حرب اكتوبر الابطال اللي بسببهم احنا جدرنا رسخة في الارض ورسنا مرفوعة للسماء نشعر بالفخر الابطال اللي عارفين قيمة الارض وعارفين قيمة الوطن الابطال اللي بيجري في عرقهم مع الدم قناعة وعقيدة وبيمشي في عقولهم مع الافكار قناعة وعقيدة بتقول انه دمي رخيص جدا قدام زر التراب واحد ده من الوطن مش اغنية ولا كلام يعني حلو يقال في المجالس ولكن حقيقة فعلية نفذها كل بطل من ابطال حرب اكتوبر اللي استشهد في هذه الحرب الاسبوع الفات انا اتكلمت مع حضراتكم عن الفريق فؤاد ذكري رئيس قوات البحرية او قائد قوات البحرية النهاردة هكلم حضراتكم عن ملازم اول البير متري اسكاروس شاب من اسيوت فخر محافظة اسيوت وابو تيج كان زي ما حضراتكم شايفين شاب وسيم وشاب يعني مشهود له من زميله ومن اصدقائه بالكفاءة وبالشخصية القوية كان معروف وسط اصحابه دايما زميله يقولوله انت كل شيء تمارسه بمنتهى الدقة والحسابات دقيقة جدا جدا وكل خطوة او عملية عسكرية تقوم بيها لازم تكون محسوبة بمنتهى الدقة هي الحياة يعني تستحق وتستاهل كل هذه الدقة فكان ردوا عليهم نعم تستحق كل هذه الدقة ولكن يوما ما سأضحي بها رخيصة زميله اللي فاكرين الجملة اللي ربما هو ما كانش عارف انها تحصل لكنه يظهر في قناعة نفسه وفي قرارة نفسه كان يعني متوقع ان يوما ما سيضحي بحياته اللي حصل انه يوم 18 اكتوبر كان العدو خلاص فتح صغرة وابتدى يقوم بعملية دعم وجسر طويل من الدبابات والمركبات والعتاد بيتجه انه يدخل الدفرسوار وطيران اسرائيلي من اعلى بيحمي هذا الجسر صدرت الاوامر للقوات الجوية انه يشتبكوا مع هذه الطيرات وفعلا بدأ الاشتباك لكن الملازم اول البرمتري سكاروس كان عنده مهمة تاني او شاف انه قدامه حاجة تاني يعملها ابتدى عن طريق طيارته طبعا انه يقذف هذا الجسر بزخيرة ويعني صواريخ ودمر قد ما دمر ولكن ما قدرش يدمر كل شيء وفي نفس الوقت بدأت الزخيرة بتاعته تخلص وبلا اي تفكير وفي ثانية خد القرار ارتفع لاعلى مسافة ممكنة وكلم زميله باللاسلكي وقال لهم حانة اللحظة ونزل بكل سرعته وبكل قوته فجر طيارته فجر نفسه في هذا الجسر منعه من انه يصل الى الدفرسوار انفجر هذا الجسر الطويل من العتاد والدبابات في لحظة وضحى بحياته في لحظة سألت نفسي هو كان بيفكر في ايه لحظة ما خد القرار وكان بيفكر في ايه لحظة ما نفذ القرار لحظة هذا الاختيار الصعب طيب لما فكر انه نفذ هذا القرار الصورة اللي مرت قدام عينيه هل مرت قدام عينيه صورة اهله وحبيبه وعيلته والناس الغالية عليه ولا صورة الجسر اللي ممكن يدخل الدفرسوار بكل العتاد والدبابات والمعدات دي حاجة بالرؤية عنه وخلاه ما يشوفش غير بلده طيب اللحظة اللي هو بينزل فيها علشان ينفذ ده كان بيقول ايه كان بيكلم ربنا كان بيقوله ايه كان بيطلب منه ايه كان بيناجي زي ما بنقول ربنا بيتكلم معاه في ايه اللحظة اللي وصلها بمنتهى السبات دي وصلها ازاي نقف هنا عند الاختيار الاختيار مش عمل فني الاختيار كفكرة الاختيار كفكرة انك لما تكون قدامك انك تختار كبطل ما بين حياتك وما بين مصر بلا تردد هتختار مصر بلا تردد تحيا مصر بولدها بكل ولدها اللي دمهم سال علشان يروي الارض عشان الارض دي تستمر وتعيش وترفع راسها وتفضل قدام العالم كله مرفوعة الراس تحيا مصر بدم ولدها كل ولدها لاخر الزمن شوفكوا بعد نفاصل